أعلنت قيادة العمليات المشتركة سيطرة القوات العراقية على مركز مدينة تل عفر وقلعتها التاريخية الواقعة وسط المدينة أحد آخر معاقل تنظيم في العراق وكان الجيش العراقي قد أعلن أمس نجاح قواته في اختراق دفاعات مسلحي تنظيم في المدينة ووصولها إلى وسطها وقال الجيش إن قوات مكافحة الإرهاب حررت عدة أحياء مشيرا إلى العثور على مقبرتين جماعيتين في ناحية بادوش غرب الموصل كان وزير الخارجية العراقية قد أعلن سيطرة القوات العراقية على 70% من تل عفر وفي مؤتمر صحفيين عقده مع نظيره الفرنسي جون إيف لدريام ووزير الدفاع فلورنس بارلي في بغداد أعرب الجعفري عن أمله في تحرير ما تبقى من القضاء سريعا وأنا بالندوى وصني هذا الخبر من تل عفر المواجهة اليوم بين قوات المصلحة العراقية وداعش أفضت إلى أن تكون 70% من مدينة تل عفر الحمد لله تم تحريرها وإن شاء الله الجزء المتبقي قريبا يتحررون أعلن عن تحرير كامل مدينة تل عفر